اشتركوا في القناة اليوم رح يكون في عندي تقريباً هنانا مكونات بسيطة لعمل الرول المسخل المسخل عبارة عن دجاج بصل وسماك بس ويا زيت الزيتون لكن هنانا الطرق والتكنيكات والأشياء والحبشكات اللي ممكن نضيفها فأكو أشياء بسيطة جداً ممكن نضيفة تقلب لخلقاتها لهذه الأكلة كلها أول شي خبز الترتلة خبز الصاج دجاج بصل رح يكون في عدي مجموعة حلوم بخارات ما ريد أخلي نوع واحد فقط سماك لا ريد أن نوع هنا في الله نبلش بالأكلة هذه اللي رح تكون رائعة جداً بالطعم والنكهة وأ أيضاً بسيطة سهلة وسريعة أول شغلة يا عيني رح يكون عندك هنانا شنو رح أخذ خبز ترتلة عادي صاج ممكن نستخدم هنا خبز خبزنا خبز العراقي خبز العراقي خبز العراقي الخبز العراقي بالعيش اللبناني حلوة تصير المهم أن تكون عندك هنا خبز بهذا الشكل حاولت أنه أشتري خبز كبار بس ما لقيت أكو أكبر من هذه تمام هذي رح أخلي هنا رح أخذ هاي واحدة أربعة هاي ثلاثة هاي أربعة شنو هذي أربعة سيقول لك هام يعرف يحسب بعد ما أخذ هذي بهذا الشكل رح أساو هنا رح أقوصها من الوسط أقوصها هيتش بعدين أخذها وأقوصها هيتش تمام شرح يصير عندي رح يصير عندي مثلثات مثل ما البورق بعد ما أصير عندك بهذا الشكل صارت عندك خرافية تخبل هذي رح أخليها على صفحة عدنا شنو عدنا 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 شغلتين اثنين مهمين جدا بهاي الطبخة وهي أنه عندك تتبيلة البصل وتتبيلة شنو الدجاج بصل ودجاج بصل ودجاج فنبلش أول شيء بالدجاج تتبيلة الدجاج حسنا خلصنا من الخبز هاي نشيلها حتى يكون أمور كلها واضحة قدامكم رح أبلش عيني شنو بالدجاج الدجاج مسخن أول شي لازم تسلقون صدر دجاجة أو ممكن دجاج عادي دجاجة كاملة ممكن تقطعوها تمام وممكن تسلقوها رح أقطعها بهذا الشكل كل ما كان ناعم كل ما كان أحسن بالنسبة لي يعني رح أخلي هذي هنا رح أجيب شوفوا عبارة عن صدر دجاج يكون مسلوك أقطعها أو ممكن تفلسوه هذا رح يكون كيف كيف كم مثل ما قلت تمام ناخذ قطع جميلة مات الدجاج ودلعني عيني دلعني إن شاء الله مستقبلا يعني نسويه باللحم أريد أجرب الله المسخن باللحم شو نصير طعم طعمه هو لحم هم أجيب روست لحم تمام روست لحم وأخلي له أيضا أخلي له بصل وسماك وبهارات دجاج وبهارات لحم العفو أنا رح أخلي بهارات دجاج هو بالمسخن ما يخلونه بهارات دجاج ما عارب شون السبب فممكن تتخلون شوية من البهارات الدجاج حتى تطيقهم طعم طعم نغمة غرافية بعد ما أضفت هذه المكونات مع بعض البعض هسه راح أبلش أبلش بالبصل تمام البصل مع كمية وافرة من زيت الزيتون لازم يكون الفرش فرش راح أسويه هنا عيني راح أجيب البصل شوفوا شو راح قطع بهذا الشكل وقطع جوانح جوانح البصل وتكون ناعمة مو كلش خشنة بس لا تدخونه من الصوت هو أنت راح أدخوا من الصوت وأنا راح أدخوا من الغاز مالي خراف الغاز مالي بلش من السبل بلش يشتغل حبتين بصل كبار يخابلون ما قطعتماني بالفرش يعني قبل ما أبلش أجهز شان مفروض أقطعهم بسان قطعهم قدامكم قطعهم حتى أدمع الدمع عيوني اللي قدامي هذا عيني ثيرمنا بصل وقطعني يا عيني قطعني 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 يا غاتي قطعني نسوي عضلات هذا التقطع نسوي عضلات بعد ما قطع هذه الأمور كلها تراتيب كلها صارت عندك البصل تمام تمام أخلي وين خلي بهاي الطاول هذي هي الطاول الأول وحدة قريبة عليكم ستراح تشوفوها وشكل لي هنا نخلينا زيت الزيتون دلعني بزيت الزيتون يا برنز دلعني بزيت الزيتون دخلون هناك زيت الزيتون وتشتغلون البصل هاي أول شاء الله نأتي على الدقاق الدجاج راح أتبله راح أخلي لابهارات دجاج حلوة خفيفة أسوي لهم مكس دلعني بشوية الملح هناك درجة حرارة عالية مكس ودرجة حرارة عالية هناك راح أضيف ملح ناكا أيضا راح أضيف شوية ملح هناك راح أخلي شوية سماك ناكا هم راح أخلي شوية سماك بسيطة موقت لكم أترككم لمدة شقد أترككم لمدة دقائق بس حتى يصير عندي هناك راح أضيف السمنة بالمسكر ما يخلنوا دائما يستخدمون فقط زيت الزيتون بس أنا حبيت شوية أغير يعني شو أنه أخلي البحر بتاعي اضيفي البحر بتاعها كفرنس وتخلي شوية Eden بعد ما تخلي شوية الدهن عيني شو راح هنسوي هنا راح أجي معها لمسهن هذا الجميل راح أجي أبلش بالدجاج أتبل الدجاج regularlyالدجاج بالتتميله رائع جدا تمام عبارة عن إبهارات فهذي أبهارات نوزحها الدجاج شوفوا الدجاج شوهوه趣 نتخبل يا السلاة ، بعد ما تكون عندك الدجاج بهذا الشكل انتظر لحد ما يكون عندك الزيت ساخن تعال شوف نانا موضوع جميل جدا وهو انه يكون عندك البصل التبل بالنكهات هذه اللي هي نكهة السماك نوع السماك تستخدمون تردرباكم اكون واعين اثين بالسوق اكون مولا احمر اللي هو يكون اسمر عادي واكولا هذا الاحمر هذا الاحمر جموه من عندك يخبل فاش راح اسوي نانا راح اترك على النار لحد ما يصير عندك البصل كلش صافي ويخبل اجي هنا على الدهن ممكن استخدم هنا دهن وممكن بقي السندر مثل ما هو انو اشتغل على زيت الزيتون بعدها هنا ما يكون عندك بهذا الشكل طبعا اكيد هنا راح اخلي الدجاج الدجاج يكون متبل خبل انا يقول لك الكتاب باين من عنوانه فلاسما انا جهز الكتاب يا وحضر العنوان يخبل عنوانه هو اشنو عنوان التكنيك من البداية اللي انا اشتغلته اللي هو الدجاج يتبل البصل على صفحة الدجاج على صفحة وبعدين يلا سوي لهم ميكس وبعدين احشيهم وافرهم على شكل رولات واصفوتهم ومقالب يخبل وخلي عليا مزيت الزيتون وشويني يعاني شويني ويصير ولا اروع من العدة عيوني ظغرا على بالك لحس عيوني ظغرا بقبرا شوي ضغرا من ورا البصل راح اخلي دجاج هنا وعا الدقاق يا عيني الدقاق. يا عيني الدقاق يا عيني الدقاق. وعا الدقاق يا عيني الدقاق. بعد ما خليت الدجاج ليخبل هنانا. راح اتركها لحد ما يتحمص. هناك الجمال تشوفوا اللون ما البصل شون صار الا يخبل. تجي تقول اللي نخلي لملح اقول لك لا ما يصحش. ليش ما اخلي لملح لان السماك شوي يبي ملح. نجي على الدجاج واني خليت لملح. فخلونا بس على قد هذاني الحبشكلات الخفيفة. شوفوا اللون اللي يخبل صال اللون البصل اللي يخبل. دائما ما اعرف دائما لازم اوصخ اللي دائر ما دائر الطباخ. هذا قلبني يا عيني قلبنا عبالك شاور ما صار. هذا ما يتقلب بالدهن. ها? بالدهن. هذا ينحمس كل اللي زين. ينحمس كل اللي زين. مبين ما ينحمس كل اللي زين. راح اجهز هذا الموضوع اللي عندي. هنا انا شنو عندي? عندي صينية راح تدخل الفرن. تمام? ش راح اسوي سانا بالبداية راح اخلي الدهن بالصينية اللي راح تدخل الفرن. بس مو كل شواء دهن. تمام? هتطلع مقسبة حلوة. وراها. ابلش ننظفها. كين خليتانة هو دهن? اوزع الدهن بهذا الشكل يا السلا. خلاص. عدنا هنا الخبز راح يكون عدي خبز الترتلة اللي هو خبز الصاج. هو الترتلة مو اسمه صاج. اصلا هو هذا مين خبز عصاج. خبز الصاجين خبز عصاج. هذا مين خبز اصلا عصاج. اهنا راح يكون عندي. نصفتهم هذولة? واحد اثنين. هاي منا هاي منا هاي منا هاي واحد اثنين. اثلاث. جهزناهم. بعد ما اجهزهم بالتمام والكمان. يلا عدنا نشتغلهم. البصل لازم يتحمس كل الزين. الدجاج هم مو مسلوق هم لازم يتحمس كل الزين. حتى تطلع عندك الموضوع يطلع المسخن يطلع على اصوله. ما يقبل غلط. الرؤل مسخن يطلع على اصوله. ما يقبل غلط. بعد ما صفتتم هذولة صاروا يقبلون هنا. نشوفوا هنا موضوع البصل. البصل يا عين البصل. حتى يكون عندك المسخن خرافي يقبل. اللي راح سأسوي شنون هنا. بعد ما شفت اللون مالا تغير يلا خليته. يتغير اللون يلا تشتغلوك. بعد ما اضفتم من هنا راح ابدأ شنو. وقلبني يا عيني قلبني. قلبني اغاتي قلبني. بعد ما شفت ان اللون البصل صار طريق خفيف. ارجع على حمسة مع شنو. مع الدجاج بهذا الشكل. يا السلام. لا قلت لكم اليوم المسخن. والله تتونسون علي. تتونسون علي. اليوم اللي يحب يسوي مسخن خليشوف الحلقة اليوم. اليوم الحلقة الخاصة على المسخن. يعني مو كلش خاصة خاصة. بعد ما اضيف هنا. خلص. نطف النار عليه. وابلش. تريدون نخلوها بعد اكثر. راح بعد بكيفكم. راح اخلي هنا هنا الحشوة. داريها دجاج. هنا المصور قام شسمه. يقولي داريها دجاج. قام يفكر ببطنه. راح اخلي هذا الموضوع احنا يا السلام سلم يا السلام سلم. درجة حرارة الفرن راح تكون تقريبا مئة وخمسة وثمانين. هاي دائما. مفوضاني بدون ما اقولها بعد. مئة وخمسة وثمانين درجة حرارة الفرن. الوقت اش قد؟ الوقت تقريبا خمسة عش دقيقة. على درجة حرارة مئة وخمسة وثمانين. مو اكثر. ترى هي عبارة عن خبز وحابة اشكالات بسيطة يعني. مو ما يحتاج لها انه. تنقها شوية تنقها. تريدون ان تتضروها لحد ما تبرد حتى تسهل عندكم العملية راح تكون اكيد حسب الرغبة. عندك شنو عيني? عندك نانا بصل محموس. بزيت الزيتون. عندك شوية سمنة. قايز سمنة تطني التوتش بتاعي. الجميل هذا. ولمساخ خاني يطلع شنو؟ فول سعادة. فول سعادة. تمام؟ بعد ما اضفيت هاد المكونات كلها مع بعض البعض. هل ساش راح اسويين هنا. هاي قولها هيج. والفها. تمام? ولفني عيني. لفني. لفني اغاتي لفني. وانت تخلى هاي تتخلى هنا هنا. هالله هالله. هاي تتخلى هيج. وبعدين تتخلى هيج. وخبزة تخبل. اوالي 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 اوالي. تتخلى هنا. نجيب هذه نفس الموضوع نفس الموضوع خلي هذه هيش تمام وبعدين لفني يا عيني لفني لفني أغاتي مثل الدولمة ها هذا ورق العنب شوال ورق العنب تلفوها وتخلوها هنا ويا السلام سلم عيني راح أضل أسوي بهذه العملية لحد ما أصفطهم كلهم سوية حتى أصبح لديك تمام تمام تلفوها هيشي ربطة المعلم حاولوا أن تكون ملفوفة صح حتى تطلع الرولة تخبل تمام وترصوها رص بصف الباقيات تخلوها هذه هيش ويا السلام سلم يا السلام سلم تلف وتتخلى هنا كلوزني كابتن كلوزني مقادرة شنو جبتلي نسكة له صدر دجاج جبتلي حبتين اثنين بصل تمام بصل أبيض هذا العادي يا عيني وبعدين الصار هنا جبتلي سماك فتخاشو كتين كبار خبلا ها وجبتوا ياهن بهاراتي الباردة شوية بهاراتي الجميلة زين عيني بعد ما ضفت هذه المكونات كلها مع بعض البعض حمست البصل بالبداية أول شي أغاتي حمست البصل بالبداية بعدين عيوني حمسون الدجاج على صفحة بعد ما تتبلوه ها أغاتي وبعدين عيني شنو تجيبون خبز الترتلة هذا يصحوا له خبز الصاج وانا ما حب اصيح له خبز الصاج دلعوه خبز الصاج ها وتقطعون مثلثات بهذا الشكل وراها تجيبون الحشوة الجميلة هذي بعد ما تخلطوها مع عيني وسوها على شكل لفات صغيرونة هاي اللفات الصغيرونة اللي تخبل تخلوها بقالب هذا القالب اللي يخبل وان يروح يروح باي باي للفرن تلفوها مثل ورقة العنب مثل السليك شغلتها بسيطة ها وبعدين نقولها باي بايز يعيني باي بايز نلتقيقي في الحلقة القادمة لا طبعا تأخذ شكت خمسطعش دقيقة بالزايد ويا حبة شكلاتها ويا تلويزاتها تطلعت كمرول مسخن اليوم على الطريقة الاردنية ويا السلام مسلم عليها ملكية هاي ملكية همهم ونظامهم ملكي هذا مسخن ملكي هذا مسخن ملكي على كيف كيفك هذا ها هذا تقول له هيتش ويا السلام سلم نبلش بالثانية نبلش بالثانية والله يمكن راح يصير عدي فراغ بعد هناك ناخذ ثلاثة تمام ونظل نسويها لحد ما نكملها شوف 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 ش وراها دلعني يا عيني دلعني الكابتن يقول لي يلا عيني استعجل الموضوع. كابتن خليني على راحتي بعدين تطلع على الاكلة حلوة ها? اللفها يا سلام سلم يا سلام سلم. يا سلام سلم. حلوين ومأزعزين. شن اليوم الغداء? غدان اليوم مسخن. شنو اللي مسخن عيني? المسخن على كيف كيفك اغاتي. هذا حتى اذا عندك مطعم بعد كسو كنفتح. نسوي لهم هيش المسخن. ويجي المسخن هيش صغيروني. يخبل. صدقني بالله. يصير عليك رجل خرافية. نزين? يصير عند الله يرزقك الله يرزقك. الشي البسيط الخفيف ها? والبور. ما يكون بيغش. ورخيص. رخيص يعني مواد رخيصة. ما. هشنو? بعني اشق الصافي. بس شنو يكون? يكون يجلقالة فيت. لا تفلت لا وحدة لا منا ولا منا. والوقت حتى لا يدركني حتى انحول على الطبخة الثانية. عندي اكلة لكم خرافية ثانية. مزين? حتى لا تروحوا لا منا لو هتجون منا. هذي راح تروح فرن عيني. درجة الحرارة مية وخمسة وثمانين. الوقت اشق? عشر دقائق بالزايد لخمستعش دقيقة. يتحمص الوجه. يصير يخبل. صبوها ودعولي. شوية رشة مع دانوس. على شوية دبس رمان. زين عيني. والف وخمسمية وخمسين عافية. ننصفطها هيتش ونخليها هيتش. حتى لا تملون من الموضوع. راح اوديها للفرن. درجة الحرارة جد. مية وخمسة وثمانين. الوقت جد. تقريبا عشر دقائق. وراها راح نشوف المسخن اللي يخبل. اشلون يسير. وكيد رجعنا بعد تقريبا. هنا عشر دقائق متأخذ اكثر. شوفوا شون تحمص الصلاة الخرافية. كل وزني عليها. كل وزني عليها ضروري. عندي هاي الخبزة اللي باقية. راح ابلش اقطعها. هذي تخبل هذي. هذي هملة على قبل مسخن ها. هذي القارنش الجميل اللي ممكن تخلوه هنا. يا السلام سلم. احلى من هي شي شي بعد ما كو مسخن. رول مسخن على كيف كيفك. ولا اروام عنده بمقاديرها. بطريقة تحضيرها. بالتفاصيلها. بحبشكلاتها. بامورها. بتلاويزها. وكل وزني عيني كل وزني. صل عندك بهذا الشكل الجميل. دلعوها بشوية من الصنوبر على الوجه. واقدر اقول لك. يا السلام سلم. عندي فاصل سريع. وراجعين مع الافعافية لهذا اليوم. واكيد الرجال المشاهدين بعد ما اخذنا فاصل سريع. نبلش في الطبخ الثاني لهذا اليوم. راح اكون في عندي صلاتة فاصولي. بس عيني على كيف كيفك. اكيد المقادير راح تكون بسيطة. عندي طماطع وعندي فلفل احمر. عندي فاصولي حمرة. مسلوقة ومطبوخة على الاخير. عندي كمون. عندي كزبرة. عندي ثوم. عندي حاموض وعندي راشي. نعم. راح يكون عندي على قد خاشوقة خاشوقة صغيرة من كل نوع. فاول شغلة يسوي انه ممكن انه اخلي تقريبا خاشوقة او خاشوك تهم الزيت الزيتون. اننا جميلين. وانتظر لحد ما يكون شوية حار. مو كل شوية. ابلش اقطع اول شغلة هنا. راح يكون عندي طماطع وراح يكون عندي فلفل احمر. طبعا اكيد ممكن انه استخدم هنا نوع واحد. ممكن يكون عندك. اذا ما موجود عندكم الفلفل الاحمر. ممكن استخدم هنا الفلفل الاخضر. وذا كان متوفر ايضا الاخضر. فعيني خليها بس عطماطع. فراح ابلش اول شغلة بالطماطع. اقطعها بهذا الشكل. شي طبيعي هنا راح يكون عندك الطبخة هذي تخبل. ليش لانه عبارة عن خضروات. وفاصولية. الله فاصولية حمرة. طبعا للعلم راح اقولكم سالفة بالفاصولية حمرة تعتبر من الاشياء المهمة والمفيدة جدا للجسم. ويطلع من عندك كون مشغلات. مجربين. مساوين فاصولية حمرة. يعني نفس الفاصولة اللي عندنا يابسة. بس سووا بدل الفاصولية البيضة خلوا الحمرة. اتخبل. خلوا لحم مثروم وحمسو. ايضا راح تكون تخبل. راح اقطع هنان شوية فلفل احمر. اه مع شوية الطماطع. واقطعهم بهذا الشكل. كالوزني. سيقول شون الكلوزك والتخال اللي هاي. دا سوي لك كمين. نان راح ابلش اقطع ايضا شوية من الثوم. اضافة الثوم وياها تخبل. صير. طبعا لازم اهرسل الثوم هنا. راح اضيفه دايركت. اضيفه اخر الشي مع الراشي. تمام? نعم راح يكون عندي شوية الراشي. بعد ما اشوف انه هذي الحبشكلات موجودة كلها قدامي. اشخلي لها الكزبرة. يا السلام. اخلي هنا انا كمون. دلعوها بالكمون يا خلدون. وراش اضيفه هنا انا راح اضيف بابريكا. واخلي شوية بابريكا. اختيارية ها? واخلي الملح. بعد ما اضيفت هذه المكونات كلها مع بعض البعض اش راح سويسا انا راح ابلش. زيت زيتون. خليت تقريبا اربع خواشيك. اربع خواشيك حلوين ومازازين. تمام? اجي هسا على شنو? اجي على الفاصولية. الفاصولية الحمراء. ها عيني. اجي اخذ لها ليمونة واعصرها على الفاصولية بهذا الشكل. بدون ما اخلي لها غير بس الليمون. ليمونة فريشي خبل. خليهم بهذا الشكل. يا السلام. يا السلام. والله عصارتها عصرة. والله عصارتها عصرة. اشيل هذه الاشكالات. اتجرب في اليوم اسويها ويا الرمان. خليها باردة. ها? واخلطوا ايها رمان وزيت زيتون وشوية معدنوس وشوية كزبرة. اولا صور تخبل. بعد ما اخذت هذه المكونات كلها مع بعض البعض هنا راح ابلش بالفلفل. وراح يكون عندك هنانا تخميرة كاملة. انا خالي يعني مو بس هنا فلفل. انا خالي هنا فلفل وطماطن. فاحمسهم بلدهن. زيت الزيتون. ها? زيت الزيتون يا عيني. نرجع على الوصفة الثانية هاي اللي جدتي هسا ببالي. تخيلوا وياها فاصولي حمرة. هاي اللي تخبل. وياها رمان. فتخاشوا كتين كتب. ها? تمام? فتخاشوا كتين دبس رمان على معدنوس. ونخليلها حامض. وشوية تكمون وشوية كزبرة. وتنصب مع شوية معدنوس. اولي. تصير الا تخبل. تصير الا تخبل. هسا هاي من شنو متكونة? متكونة من طماطن محموسة. مع فلفل احمر محموس. اضافة الى شوية من الكمول مع الكزبرة. انتظر لحد ما لونهم يتغير. بعد ما اشوف ان اللون مالا مشوية يتغير. يلا اخلي لهم الفاصولية. ودلعني بالفاصولية يا برنز دلعني. بعد ما خليت الفاصولية. احنا شقلنا شو سأخلي وياها. راح اخلي وياها الثوم. الثوم مع شوية الراشي راح يكونون اخر شي. اخليهم يعني. دلعني يا عيني دلعني. دلعني اغاتي دلعني. شوية ملح. بس تخلوني هواي لانه راح يصير مالحة. ومو بس مالحة. راح يصير صبر. لان هواي شغلات خليتها. خلي وياها شوية البابريكا هوا. ودلعني احلى دلع. هاي الطريقة اه تنهرس وما يكون عندك ما تترك ريحة بالفم كل شو هواي. تمام. دي يقولولي دقيقتين. اي ثينك. انه بعد عندي دقيقتين. مما انه بعد عندي دقيقتين هنانا. راح يجعله الثوم بعد اهرسه تمام. تمام. ويا عيني يا عيني يمازازين. يلزازة يلزازة. خلي الثوم هنانا. واحمس الثوم ويا الفاصولة. بهالطريقة هذي. هذي ش تعتبر هذي تعتبر من المقبلات الساخنة الجميلة السريعة اللطيفة. وبطريقة تحضيرها ومقاديرها وكل حابة اشكلاتها هي بسيطة. دلعني يا عيني دلعني. هاي كل شو راح تحبوها. راح تحبوها لان احنا نحب البقوليات. يعني احنا من عشاق البقوليات. وبسيطة هي كلش بسيطة. عبارة عن شنو? عبارة عن الليمون. فلفل احمر. طماطي. كمون وكسبرة. تمام? بعد ما اضفت هذي المكونات كلها مع بعض البعض. قلينا ايضا ثوم. حامض. ويا السلام سلم. واقع ربع ثومائي هناك. شلون طفرتي? شو وصلتش هناك؟ I don't know. وراها قلبني يا عيني قلبني وخلصت الدقيقتين. صبني يا عيني صبني وادعيلي. ادعيلي بهال النوع من الاكلات اللي كل شي راح تحبوها وتعشقني يا عيني تعشقني. ويا جمالك اول اي باع الالوان. اش قد ما بيها الوان لطيفة? تيجي تدلحب. شنو اخر شي تيجي تدلحب الراشي. فتخلوني شوية الراشي على وجه بهذا الشكل. او ممكن شطة يلا. او ممكن دبس رمان يلا. بعد ما ضفت هذي الموضوع اهنانا دلعني بشوية ليمونة. و الف و خمسمية و خمسين عافية. الف و خمسمية و نهاية هذه الاكلة. اتمنى الاكلات اليوم عجبتكم. وشوكم ان شاء الله على خير باكلات جديدة و طبقات جديدة. من ايش يخلدون. من الف و عافية سأقول لكم باي باي. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.